سلسلة من الحلقات تحكي فيها عن صيغة الشرط بدأنا الأسبوع الماضي حكينا عن صيغة تعتبر فين نقول أختها أو موافقة ومرافقة لصيغة الشرط وحكينا عندي لك كيبي اللي هي كيشكي كيشكي أوكولا أو كيشكي اف دي كالسام كيشكي اف دي كالسام ليتني أبقى في البيت اليوم هندخل بموضوع الشرط الشرط الحقيقي اللي هو إذا اللي هو بيكون فيه لاحظنا نحن بالكيشكي غالبا هي جملة وحدة كيشكي اف دي كالسام ليتني أكونه في البيت وخلص انتهت أما الشرط إذا كذا بيصير هيك إذا هيك بيصير هيك دائما في عنا جملتين ودائما الشرط دائما الشرط اللي هناخده يعني هلأ الآن وحياخد معنا أكثر من جلسة متعلق بالمستقبل يعني كيف متعلق بالمستقبل يعني دائما اسمه شرط إنه إذا مثلا درست تنجح تنجح بالمستقبل إذا الشرط تعلق بالماضي بيصير حالة أخرى هي بسم حكاية الشرط اللي هي أقرب للندم هيك هنحكيها هي والكيشكي تبع الماضي سوا لأنه هنم متقاربين جدا اللي هي صار في خلال كتير المرة الماضي عنها نحن اليوم هنفوت بالشرط النظامي اللي هو الشرط الطبيعي طبعا برحب ما بيفوتني أنه رحب اللي بيدخلوا معنا دغري على الفيسبوك واللي بيشاركونا بيساهدونا عبر الإذاعة أو عبر الفيس سواء اتصلوا فينا أو كانوا مشاهدين صامتين سواء علقوا أو كانوا فقط بتفرجوا لكن طبعا نحن تعليقاتكم بتسرنا لأنه بتورجينا مين اللي عم يحضر مين المثابر معنا بتضافه إلى جمل اللي دائما بتكتبوها وبنصلحها فبتفيدكم وبتفيد المستمعين الآخرين وبتفيدني بتريحني يعني بتعطيني شوية جمل إضافية احكي عنها شرط كبير اللي حنحكي عنه اليوم هو حالة الشرط العام اللي هو بيكون عبارة طبعا طبعا صيغة الشرط هي عبارة عن لاحقة الزمن بعدين اللاحقة الشرط اللي هي زمن بعدين ساء اللي حنحكي عنه اليوم هو الغنيش زمان بعدين ساء لأن كل الأزمنة¹ ممكن تجي يمكن أن تكون إنش زمان وبعدين سان مثل قيل يرسم قيل يورسان تشمد تكي زمان و بعدين سان قيل ديسم هي غيتش مش زمان غيل مش سان و غيل جيك سان كل الأزمان يمكن أن تأتي مع صيغة الشرط وسنحكي عنه اليوم فقط هو إنش زمان مع السال هو الشرط العام الطبيعي اللي نحن منعرفه اكتر شي يعني منستخدمه اكتر شي سنقرأ الأمثلة لنوضح الفكرة إيديرس تشالشورسان إذا درسته بشكل جيد ستنجح أو ستجتاز الامتحان طبعاً قنيش زمان من الأزمين اللي بتستخدم بكثرة للمستقبل لما يكون احتمالي يعني أنا ما بقول إي درس چالشرسن سنظه جتشجكسن جتشجكسن بيصير فيه كثير قطعية يعني ممكن يدرس الواحد صراحة وما ينجح لذلك دائماً بيكون فيه ميل لاستخدام القنيش زمان مع المستقبل اللي هو أقرب للاحتمال أما الأجاك بيستخدمه المستقبل القطعي أو اللي فيه خطة أو بلان طيب أَنَّمْ قَبُلْ أَدَرْسَ إِذَا وَافَقَتْ أُمِّي جَلِرِمْ آتِي أَتْ بُلْمَصَّمْ طَوُكْ غِتِرِجَيْمْ أَتْ بُلْمَصَّمْ إِذَا لَمْ أَجَدْ لَحْمْ طَوُكْ غِتِرِجَيْمْ سأحضر دجاج إذا لم أجد لحم أَتْ بُلْمَصَّمْ طَوكْ غِتِرِجَيْمْ أَتْ بُلْمَصَّمْ هون بلش حطيت المستقبل هنا ممكن تكون خطة أنا مخطت خلاص مبرمجها لرأة أسوء أشتري طاوك وعرفان ان إذا لا أج لأت طاوك حأشتري ملأت أَتْ دجاج حأشتري اذا ما لأت أَتْ لحم حأشتري طاوك دجاج فممكن تكون آجاك أَلِي جَلِرْسَي أَلِي جَلِرْسَي أَلِي جَلِرْسَي سَيْفِنِرِزْ سنسعد سيفين مك يعني يفرح سنفرح يعني نفرح إذا جاء علي إذا اتصلتم بي قبل أن تأتوا يكونوا جيدا جدا يعني بيكون ممتاز إذا اتصلتم بي قبل أن تأتوا كتير هون لازم ندقيق على صيغة الشرط لاحظوا صيغة الشرط قديش قريبة من صيغة الزمن لأنه لاحظوا يعني إذا اتصلتم صارت أنتم تتصلون صارت يعني نش زمان مثلا مثل مر معنا قبل شوي كمان وحدة ثانية قالي بالذات يعني مع السان و سيز يعني ما بتبين كتير مثل مثلا چلشرسن چلشرسن إذا اجتهدتا چلشرسن يعني أنت تجتهدو جنش زمان هذا زمان ما في شرط فهو حرف واحد أحيانا عميميز بين الشرط و بين الزمن العادي فمن أنت بحالي wherebyبام بابام Swan reek من يك feed بابام لي SERP من صغير يعني أنا عقو اللو بي ها بنافسي كنت hundreds ما بي ها بي ها بنافسي يمكننا أن نذهب إلى الحديقة يمكننا أن نذهب إلى الحديقة يامر يامازسا كراك لك أولر إذا لم يهطل المطر يصبح جفاف يصبح جفاف يبعد الخير والمطر لا يمكننا أن نسأل الشباب بالنشر الجوية ولكن الأسبوع الماضي كان أسبوع خير بالمطر وأرجو أن يكون الوضع جيد كخزانات المياه حتى الغد يارنكدر إشلرميزي بيترميز سنز لاحظوا بيترميز سنز ليس سنز سنز صارت عادي سببا عادي بيترميز سنز باشكا كشية يابترجهم باشكا كشية يابترجهم سأجعل شخصا آخرا يقوم بها يارنكدر إشلرميزي بيترميز سنز باشكا كشية يابترجهم سأجعل شخصا آخرا يقوم بها كمان تهديد تعني كمان تهديد تعني بِير دها gegangen كالرسان اذا أأخرفت مرتن أخرى بِير داها بِير دها جد kalرسان مدير سنًا قزار سعيغضبو منك المدير او احتمال حتى يأخار قذار بِيغضب منك المدير كمان تهديد إذا كذبت علي مرة أخرى سنين لي كنوش مياجام أنا أحيانا أقول كنوش مياجام يعني فينا نقول أنه اللغة المحكية عند الأتراك ما في فرق كتير بين المحكية أو هذا إلا أمور بسيطة بس مثلا كنوش مياجام يعني عادة ما أحد يقوله كنوش مياجام أسهل لكم وأقرب للأتراك بس بالكتابة كنوش مياجام إذن ننتبه إذن الشرط الشرط هون بحالته العامة إذا فعلت وكذا إذا درست تنجح إذا كذبت لن أتكلم معك لاحظوا أن الشطر الثاني دائما عم يتعلق بالمستقبل يعني عم يكون عن شغلة قد تصبح أو ممكن تصير بغض النظر عن الزمن اللي جاي فيه بس هي معناها العلاقة بالمستقبل ما عم بحكي عن شي مضى وخلص يعني مثلا هون الجملة أنم أفجلرسي بني هابردارت بني هابردارت شو يعني هابردار؟ هابردار يعني على طلاع على خبر هابردارت يعني اجعلني على الطلاع يعني أعلمني دائما خليني على المستجدات إذا أمي أجت خبرني هذا يكون واحد مثلا متأخر عند بالحارب إلو الأخوة إذا أمي أجت خبرني مشان أجي هكذا وعمل حالي شاطر ما أتأخر مثلا أنم أفجلرسي بني هابردارت بغن باش فرورسام بغن باش فرورسام إذا اليوم قدمت طلب معين بغن باش فرورسام نزمان صنوطش تكار نزمان صنوطش تكار يعني أمتى بتطلع النتيجة إذا اليوم أنا قدمت الطلب هاي جملة ممكن تستخدم أنا عم حاول أعطي جمل كتير ممكن نستخدمه إكي هافتا بوينجا واحد مثلا مريض فراح عند الدكتور عطا علاج قال له إكي هافتا بوينجا إلاج ألرسم إلاج ألرسم إذا تناولت الدواء أو إتشيرسم إذا شربت الدواء إي لشجك ميم إي لشجك ميم هل سأتحسن مثلا يعني ممكن نقول الدكتور إن شاء الله إي لشيرسن يعطيها بالغنيش زمان لأنه يعني ما علاقة إي إي لشيرسن كندين كندين جيدة ميسسن جيدة شو هاي الأي مين بذكرنا فيها ياريت هيك في تعليقات مباشرة كنت مبسطة بالهاد بس اللي ممكن اللي على الفيسبوك بالعادة بيشاركونا جيدة ميسسن هاي هي يبارة عنا في الاستطاعة يعني إذا لم تستطع لاحظوا الأي هاي جيدة مو جيد ميسسن جيدة ميسسن إذا لم تستطع أن تذهب كندين شو يعني كندين يعني بنفسك إذا لم تستطع أن تذهب بنفسك بان سني براكرم براك براكماك الفعل معنى يترك لكن كتير يستخدم بمعنى يقل بالسيارة بان سني براكرم يعني أنا بتركك يعني أنا بوصلك بالسيارة وبتركك محل ما بتوصل هيك معنى هاي من هون جاي يترك فألملك كندين جيدة ميسسن إذا ما فيك تروح لحالك مكان صعب أو بعيد بان سني براكرم بان سني براكرم أنا أقل لك أنا أقل لك مرات لا مرات لا قرش بلرسان مرات لا قرش بلرسان إذا استطعت أن تتكلم معلي أو تتقابل مع مرات عفوان يارنكي جزي ي قتل سن فل يشترك يعني هو معنى خليه يشترك برحلة بكرة يارنكي جزي ي قتل سن مرات لا قرش بلرسان يارنكي جزي ي قتل سن يعني نرجع بنأكد عنا الجملة الشرطية نصين النص الأول عم يكون فيه صيغة الشرط صيغة الشرط هون عبارة عن بيكون عبارة عن الفعل جذر الفعل بعدين الزمن اللي اليوم آخذينه فقط لقينيش زمن لأنه الأزمين الأخرى هيختلف المعنى بعد ذلك بيأتي لاحقة الشرط اللي هي سا أو سي بعدين بيأتي كشي اكي اللي هو مثلا إذا بان بصير مي إذا سان ني وهكذا اللي هي مثل لواحق الزمن الماضي هيك هاي هي صيغة الشرط بالجملة الأولى الجملة الثانية بيكون معناها شواب على الشرط وبيكون غالبا إلى معنى مستقبلي قينيش زمان قليجيك زمان فعل أمر ممكن يكون ما بيهمني شوالزمن كقواعد بيهمني إنه معناه له علاقة بالمستقبل يعني لم يقع بعد الله يزيهم الخير الشباب في الفيسبوك أهلا وسهلا فيكم قطيبة وإيقون لار كل اللي يعني يصبحوا علينا منصبح عليهم جميعا يعني فردا فردا جنايد جنايد تشك فايدالي شكرا كتير أنا كتير بنصر لما حس أنه فعلا فيه فائدة فيه ناس عم تتابع وإن شاء الله هيك وتستفيد على صعوبة أحيانا أنه بعض المعلومات اللي بتكون هيك شوي دقيقة أنه تصل بشكل بس صوتي مسموع يعني ما فيه مثلا لوح ما فيه كذا لكن هذا بالعكس أمر طيب ومبشر بنرحب أيضا بالجميع رامي ومحمد و جوان فيه سؤال عم يسأله جوان أنه بدي أفهم لماذا تعلموا العالم عن لهجة التركية بحس الحكي عم يطلع أصعب من الأتراك يعني هي نوع مثل مثلا اللي عم يتعلم تجويد فبتلاقي أول ما يعلمه الواحد بيشد على الحروف ونركز مشان تبين أولا اثنين أنه نحن عم نحكي على إذاعة فيه مايك وفيه كذا يعني شلون أنت تحكي على التليفون حتى وقت عم يحكي معك شخص عربي ما بتفهم أحيان عليه كل الحروف وبتعيد الكلام فأحيان بتلاقي عم نحاول نركز على الحرف حتى يظهر لأنه موضوع الإذاعة يمكن شفتوا أحيان تجيني اتصالات ما بفهم على المتصل أنه ما فهمت شو حكيت الإذاعة والتليفون والصوت ما بيوصل بوضوح بجوز مشان هيك نحنا منحاول نأكد يعني نكز على الأحرف نركز عليها مشان هيك بس لا ما عم نصعب أكتر نحنا بس نركز عليها بعدين أنت يحكيها بطريقة بالعكس مثل التركية لذلك أنا دائما وأبدا بنصح بحضور مسلسلات تركية تحية لكل الأمهات انتبهوا على شغلة لأنه الناس اللي عم تقول على اللفظ التركي هو المنشد إبراهيم تطليسس فلاحظوا على اللهشة الكردية وشوفوا كيف يحكيها يعني يخ يقول مثلا فانتبهوا عليها يعني إذا حدا بكي بيكون الأم هي اللي بتبكي يعني إذا حدا بيبكي عن جد مشانك فهي الأم لاحظوا لحظوا هون قينيش زمان إذا بكى أحد أنام أغلار فالأم هي التي تبكي أغلار أنام أغلار أردمدة أردمدة يعني خلفي من ورائي يعني بمعنى هون إذا أنا رحت إذا يبكي علي فهي الأم هذا البكاء الحقيقي الوحيد أردمدة يعني من خلفي ورائي يعني أرد مثل أرد 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 يشبه بعض بمعنى خلف أغلار أغلار يغم مطر يعني يغار يهطل يعني تهطل الأمطار من السماء أغلار أغلار معناها رثاء يعني أنه هالدموع المطر اللي عم ينزل من السماء كأنه رثاء كأنه يعني دموع رثاء دوست يوزلو يوز معناها وجه دوست يوز يعني وجهه صديق دوست يوزلو ذو وجهه صديق يالانجلار كابوندا يعني على بابي كابوندا في يالانجلار في كاذبين بس هالكاذبين شو وضعون دوست يوزلو بأوجوه أصدقاء اللو شو بتعمل بتعمل صفة يعني ذو مثل هو تقول إي قلب لي يعني ذو قلبين طيب دوست يوزلو ذو وجه صديق عندي على بابي كابوندا يالانجلار كاذبين بأوجوه أصدقاء بوجوه أصدقاء يالنزلك يالنز معناها وحيد يالنزلك مين بتذكر اللي لك اللي هي اللاحقة اللي بتحول الصفة إلى عدة استخدامات بس أحدها هون بتحول الصفة إلى اسم يالنز وحيد يالنزلك وحدة الوحدة يالنزلك ترل تشبلاك ترل تشبلاك تشبلاك معناها عارن ترل هي بسموها بكشترمي صفة اللي هي توكيد الصفات مثل مثلا وقتل نقول سيمسياه مريت معناه بأحد الأغاني سيمسياه شو يعني سوات حالك بمبياز يعني أبيض ناصع بتشوفوا يمكن بإعلانات الطرقات مثلا بيكون بدون يحكوا أنه بيئة نظيفة بيقولوا ترتميز ترتميز يعني نظيف جدا هي ثبعا لها شبه قاعدة لكن أقربة للسماعية الواحد بيتوقع زنيال نزلك ترل تشبلاك بيصير معناها عارن تماما كوينومدا في لحافي يعني أنا من الوحدة كأني عارن من كل شيء وهيك قاعد باللحافي وهذا بدون الأم بعدين قل تشيك كوكان ياناك لار ياناك اللي هي الخدود ياناك خدودها كوكان كوكمك يعني يعطي رائحة كوكمك كوكان تعطي رائحة هاي تحويل الصفة الفعل إلى صفة قل تشيك كوكان ياناك لار يعني خدودها تحطي رائحة كأنها عطء ورد وزهر يسموها تنهيدات عرفتوا قد الأم تقول يلا تنام يلا تنام هاي اسمها يعني يعني تعطي أمل بواسطة هاي التنهيدات أو التهويدات ما بعرف شو سموه بالعربي نينيلي أموت فريندو دا كلار هيتش بير شايدة يوك هيتش بير شايدة يوك يعني ولا بشيء آخر موجود أنا سجاكل سجاكل يعني دفء الأم حنان الأم المقصود فيه غير موجود فيه أي شيء آخر أنا أنا أم أنا طبعا أنا تجيب معنى أنا لهيك مثلا بيقولوا أنا دواء يعني الطبيعة الأم أنا دواء بيقولوا عن مثلا باب الرئيسي أنا جاي من أنا أنا بتجمعنا رئيسي بتجمعنا أم أنا أنا غريب أنا سنيوك سن ينم لما أنت ما تكون جنبي أنا غريب كم درت ينام كم لمن درت معناها مشكلة درت يانمك درت يانمك معناها يشتكي همه درت يانيورم أشتكي همي درت يانم هي تقريبا في نقول تخفيف ل درت يانيورم يعني لي من سأشكي همي سنيوك 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 سنيو جنبي دنيا يامان يامان معناها قاسي دنيا يامان ألير يامان ألير هو ممكن اللي بيعرف لغة كتير مهم اللي بيعرف لغة تركية مثلا ومرت عليه جملة أشكلت عليه يرجع يفتح القاموس مثلا أحيان بتجي بتقرأ هالكلمة النير يامان بتطلع يامان تقاسي الأيدي قاسية بتستغرب لأنه يفتح أحيانا يشوف في معاني أخرى غير شائعة الغريب وليس اليد يامان يعني الغرباء الأجانب يعني الناس الغريبين عني كلهم قاسيين إذن دنيا يامان يامان طبعا بالإعادة يقول يالان دنيا يالان يعني كاذبة نسمعها مرة تانية